أمل جديد للمصابات بالعقم حملته مجلة نيتشر العلمية مؤخراً في صورة بحث هام توصل من خلاله العلماء لتحديد البروتين الموجود على سطح البويضة الذي يسمح لها بالالتقاء بالحيوان المنوي ما ينجم عنه الحمل العلماء أطلقوا على البروتين اسم جونو وهو اسم إله الخصوبة والزواج عند الرومان القدماء وهو يقابل البروتين الموجود في الحيوان المنوي الذي اكتشفه علماء يابانيون في العام 2006 وأطلقوا عليه أوزومو نسبة إلى مزار ديني ياباني شهير هذا البروتين وما يقابله في الحيوان المنوي أساسياً لحدوث عملية التخصيب عند الثديات ومن بينها الإنسان فمن المعروف أن عملية الإخصاب تتم حين تلتقي خلية بويضة وحيوان منوي وتندمجان لتشكيل جنين البروتين جونو المكتشف مؤخراً يساعد الخلية على الالتقاء بالحيوان المنوي لحدوث الحمل وغيابه قد يكون مسؤولاً عن بعض حالات العقم غير المفهوم والتي قد تصيب عشرين في المائة من السيدات وبحسب الباحثين فإن هذا الاكتشاف قد يساعد مستقبلاً على تطوير علاجات للحمل وابتكار وسائل جديدة لمنعه أحلام العجارمة العربية